لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الامر الاخر ان هناك اسليب قادرة يجري العمل بها يجري العمل بها من اجل جرى الجزائر لاجل تمرير دستور العصابة نعم اولا نجد هناك دعوات للمقاطعة والمقاطعة كما قلنا وجربناها كثيرا جدا جدا عندما تقاطع اقلية تمرر ما تريد وبعد ذلك تصبح الاغلبية محكومة من طرف اقلية وهذا من يدعو لغبي استراتيجي اذا كان تهمه مصرحة البلد واذا كان لديه مصارح اخرى هذا شأن اخر من المفروض شعب الجزائري اول نوفمبر رئيس اختار يوم تاريخي وهذا يوم يقصد به ولن اخوض في هذا الامر ولكن من الواضح ان هناك رسالة الجزائرية ايها الجزائرين اخرجوا يوم اول نوفمبر كما خرج اباؤكم واجدادكم في يوم اول نوفمبر وقاوموا المستعمر اخرجوا ايها الجزائريين واعلنوا موقفا تاريخيا ولا يوجد موقف تاريخي ضد هذا الدستور الملغوم الذي يهدد استقرار الدولة الجزائرية ويهدد امنها مثل انك تذهب وتقول لا سيكون يوم تاريخي سيجدد الجزائريون اول نوفمبر 1954 عندما خرج الجزائريون في اول نوفمبر 1954 واطلقوا اول رصاصة لاندلاع ثورة التحريف اخرجوا ايها الجزائريون كونوا ايها الابناء على درب الاباء واخرجوا وقولوا لا لهذا الدستور الذي سيكرس مشروعا من استعماريا كانت تعمل عليه القوى الاستدمارية منذ ثورة التحرير وعندما فشلت انا ذاك ها هي ما زالت تعمل من اجل تفتيت وحدة الجزائر وان لم تنجح في تفتيت وحدة الجزائر ستبقى دائما ورقة ضغط تستعملها وتبتز بها الدولة الجزائرية من اجل تحقيق مصالح هم يقولون لكم مقاطعوا اذا قاطعتم فانتم ستكونون رهائل الانفصاليين الماكو جمعات امر اخر يقولون انه هذا دستور كيف يعملوا الاسليب من قاطع هذا دستور العصابة هذا دستور العصابة هي يقول انه دستور العصابة روحوا ايها الجزائرين ارفضوا لا ما يقول لكش هذا الكلام يقول لك لا ما تروحش رهوا دستور العصابة هي اذا كانوا دستور العصابة وانت رافضوا اخرج ارفضوا لانك اذا ما رحتش انت باش ترفضوا يجون ليقولوا له نعم يفوت الدستور وانه يروحوا 5% يقولوا عليه نعم رح يمردس مثل ما حدث في 12-12 قال لك والله والله لن تحدث الانتخابات ويقسموا وكذا واستعدوا أيها الجزائريون الناس المهاجرين اللي موجودين في الجزائر يقضوا في إجازات تعالوا أرجعوا لأنها ستنفجر الوضع وهناك أمور ممكن حتى تغلق الحدود وما إلى ذلك من الكلام السخيف مر أكثر من عام الجزائريين بسبب وباء كورونا صاروا يتمنوا أنهم يقضوا إجازتهم في الجزائر في صيف 2020 هذه قالوها في صيف 2019 وماذا حدث الرئيس تم انتخابه واعترفوا به إيهو الدول التي طرع هؤلاء طرع هؤلاء رؤساء هزارو الجزائر واعترفوا بالرئيس ودعوه حتى إلى زيارة رسمية إلى بلداني أمر آخر يرويج الله يقول كالرئيس غير شرعي آمر رحوش الانتخابات يا ابني هذه أسطوانة مشروخة هذه أسطوانة ما عندها حتى معنى ما عندها حتى معنى إذا كان تريد حقيقة أنك تكون عضو فاعل قوي ومؤثر في الدولة الجزائرية أمامك الانتخابات أمامك سناديق الاقتراع هذا هو الفيصل بين الجزائريين خلاص ما فيش خيار وحده أما خيار أنك تتلمني شوي أشخاص وتخرجهم لي في الشوارع وتصورهم لي على أساس أنهم الشعب الجزائري وتريد بذلك إيقاف مسيرة الدولة فأنت تتوهم وتضرب في الرحب هراوة كما يقولوا عندنا في الزهر إذن هذا كلام فارغ أمر آخر يقولك لا الدولة الجزائرية الدستور ما عنده حتى قيمة في العهود السابقة ما عنده حتى قيمة وحتى يديروه ما عنده حتى قيمة هذا كلام لا معنى له نحن ندير الدستور ونمشو نرفضوه هذا الدستور ونجبر الرئيس الجمهورية على حل البرلمان وانتخابات برلمانية جديدة تتكون برلمانيين حقيقيين برلمان حقيقي يديرنا الدستور وبعد ذلك الجزائريون يناضلون من أجل أن يظل الدستور محل تطبيق المهم إذن هناك أيضا سياسة التطبيق ما كان والو ما تديروه حتى شيء يقولك حاجة أيها الجزائريون حتى إذا رحتوا سندق الاستفتاء وقلت لا رايح ما تكونش لا لأن السلطة رايح تقولك نعم يا أخي أنت الوقت اللي تعديه يومين أنت تقول لي عندي بعض الناشطين يقول لك راني وصلت وعلى بالي واش يصر في سجن البوليدة وعلى بالي واش يصر في مركز عنطر المخابرات وعلى بالي واش يصر في رئاسة الجمهورية وإذا كنت وصلت لهذه الدرجة وعلى بالك واش يصر في الأجهزة من داخلها يعني ما تقدرش أنك تكون تشكل لجان لحماية سندق الاقتراع أنا قلت مثلا أن كل دائرة أو كل مركز انتخابي يفتح صفحة في الفيسبوك أي واحد منتخب من الناس الناشطين ينتخب مباشرة يحط له ويجيب ورقة نعم معاه يصورها ويحطها أنا الفلان فلان أنا اليوم انتخبت بلا وهذه الورقة نعم بهذه الطريقة وأيضا تكون لجان مشرفة تراقب تكون حرص شكله حتى لجان مستقلة لمراقبة الانتخابات وهكذا يجب أن يكون حرص ولا أعتقد أن رئيس الجمهورية من مصلحته أن يمرر دستور بالتزوير لأنه إذا مرر الدستور بالتزوير وتم ثبات هذا التزوير عليه أعتقد بأنه أعطى مشروعية لعودة الحراك مجددا فلذلك يجب أن تكون انتخابات نزاه لن تضيف لك أيها الرئيس أي انتخابات أو أي استفتاء يكون في تزوير لن يضيف لك شيئا بل سيذر بك خليها استفتاء نزيه إذا قال الجزائريون نعم للدستور يمر إذا قالوا لا لن يمر وهذا سيعطي قوة للعهد الجديد خلاص إذن هذه الأسليب الموجودة لذلك إخواني الكرام حوصلة للأمر لا تخافوا أنكم إذا ذهبتم إلى الصناديق الاستفتاء قلت لا لا تخافوا قولوا لا وصدقوني وتأكدوا بأنكم أعطيتم قوة للرئيس لبداية عهد قوي تعطوه أيضا تعجل بحل هذا البرلمان الفاسد أيضا تمنح الرئيس فرصة لأنه يحذف هذه المادة البتفليقية المسمومة وهي المادة الرابعة التي أدرجت التمازيغف كما لغة رسمية وطبعا بين قوسين زين أكدوا مرارا وتكرارا أن هذا الكلام ليس عنصرية أنا شاوي وأعتز بشاويتي وأعتز بهذا المكون الثقافي الموجود في المجتمع الجزائري ولكن أنه جي تكتب لي الشاوية لغة رسمية أنا أرفضها لأنها لا توجد لديها مقاومات لأني أنظر إلى مصلحة الدولة وليس لمصلحة القبيلة أنظر إلى صلحة الدولة وليس لمصلحة المنطقة مصلحة الدولة عندما تكون الدولة في خير عندما تفرض الدولة وجودها في العالم ستستفيد كل المناطق لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا للمشاهدة